أيام صعبة تنتظر القطاع الصحي في بريطانيا فمن الممكن أن يصل الحال إلى أن مريضا مربوطا بجهاز للتنفس الاصطناعي يتم سحبه من أجل وضع مريض آخر لديه فرصة أكبر للنجاة من الذي قبله هذا ما نقل عن فحو إرشادات جديدة محتملة للأطباء للمساعدة في اتخاذ القرارات وتشمل الإرشادات التضحية بالمصابين بأمراض مزمنة ومشكلات صحية وكبار السن لصالح الذين تتوفر لديهم فرصة أفضل للنجاة الخطوة الجديدة تأتي بعد مشاهد عصيبة تعيشها المستشفيات في إيطاليا سيناريو لا يريد تكراره أحد في بريطانيا حيث هنا لا يتوفر للقطاع الصحي بالأصل عدد كبير من المعداد الطبية ووفق صحيفة الانديبندنت فأن هناك 6.6 سرير للعناية المركزة في بريطانيا لكل 100 ألف نسمة نصف العدد المتوفر في إيطاليا وخمس ما هو متوفر في ألمانيا أما بالنسبة لأعداد أجهزة التنفس الاصطناعي فتصل لأربعة ألاف جهاز حال دفع رئيس الوزراء بورس جونسون لمناشدة المصانع البريطانية لإنتاج المزيد في هذه الأوقات ووسط مطالبات بمصارحة البريطانيين حول الوضع الصحي العام جونسون أمر بإغلاق المطاعم والحانات والمراكز الترفيهية والرياضية في آخر خطوة لعزل الناس وإجبارهم على البقاء في البيوت وذلك لتقليص عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى حد يمكن أن تبقى فيه الطاقة الاستيعابية لنظام الصح الوطني في البلاد قادرة على استيعاب المرضى ترجمة نانسي قنقر